وفي السنة الثانية من الهجرة وفيها واحد وعشرون حدثا حيث أنه في صفر من هذه السنة غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء حتى بلغ ودان وهي أول غزوة غزاها بنفسه الشريفة وفي ربيع الأول من هذه السنة غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواب وفي ربيع الأول أيضا من هذه السنة غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الأولى حتى بلغ وادي سفوان وفي جماد الأول من هذه السنة غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العشيرة فوادع بني مدلج وحلفائهم من بني ظمرة وفي رجب من هذه السنة كانت سرية جهينة وفيهم سعد بن أبي وقاس إلى حي من كنانة وفي رجب من هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة وفي رجب وشعبان من هذه السنة نزل الأمر الإلهي بتحويل القبل من بيت المقدس إلى الكعب المشرفة وهو أول نسخ وقع في الإسلام وفي شعبان من هذه السنة فرض صيام رمضان وفي يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من هذه السنة وقعت غزوة بدر الكبرى وفي هذه السنة فرضت زكاة الفطر وفرضت الزكاة ذات النصب وفي مرجعهم من بدر توفيت رقي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رمضان من هذه السنة قتل عمير بن عدي رضي الله عنه عصماء بنت مروان اليهودية بسبب أذاها للمسلمين وفي هذه السنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصل بهم صلاة العيد وفي شبوال من هذه السنة قتل سالم بن عمير رضي الله عنه أبا عفك اليهودي لتحريضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم حتى بلغ الكدر وفي هذه السنة بعد غزوة بدر بشهر هاجرت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة أسلم عمير بن وهب الجمحي حينما رأى علامة من علامات النبوة وفي شوال من هذه السنة نقض يهود بني قينقاء العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة وفي ذي الحج من هذه السنة وقعت غزوة السويق وفي ذي الحج أيضا من هذه السنة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه ودفن بالبقيع وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة وفي هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل فكان معلقا بسيفه وفي عيد الأضحى من هذه السنة ضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله وفي السنة الثالثة من الهجرة وفيها ثلاثة عشر حدثا في المحرم من هذه السنة وقعت غزوة نجد وفي ربيع الأول من هذه السنة قتل كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ربيع الأول أيضا من هذه السنة عقد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية وبنى بها في جماد الآخرة وفي ربيع الآخر من هذه السنة وقعت غزوة الفرع بن بحران وفي جماد الآخرة من هذه السنة كانت سريد زيد بن حارث رضي الله عنه إلى القردة فغنم عيرا ومالا لقريش وفي شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وفي رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها وفي رمضان من هذه السنة ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما وفي شوال من هذه السنة وقعت غزوة أحد وفي اليوم التالي لغزوة أحد خرج المسلمون لغزوة حمراء الأسد وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بأمر الله تبارك وتعالى وفي صبيحة عرس زينب رضي الله عنها نزلت آية الحجاب وفي هذه السنة نزلت حريم الخمر وفي السنة الرابعة من الهجرة وفيها ثلاثة عشر حدثا في المحرم من هذه السنة كانت سرية أبي سلم رضي الله عنه إلى طليح الأسدي فغنم وأسر وفي المحرم أيضا من هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه إلى خالد بن سفيان الهذلي فقتل خالدا وعاد سالما وفي صفر من هذه السنة كانت سرية الرجيع وفي صفر أيضا من هذه السنة كانت سرية بأرمعونة وفي هذه السنة كانت سرية عمرو بن أمي الضمري لقتل أبي سفيان لكنه لم يتمكن منه وفي ربيع الأول من هذه السنة غدرت يهود بن النظير فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم عن المدينة وفي جماد الأول من هذه السنة توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وكان رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جماد الأول من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما يعني من رقي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنين وفي شعبان من هذه السنة وقعت غزوة بدر الآخرة وفي شعبان أيضا من هذه السنة ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلم بنت أبي أمية وفي هذه السنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كتاب يهود فتعلمه في خمسة عشر يوما وفي هذه السنة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية وفي السنة الخامسة للهجرة وفيها أربعة عشر حدثا في ربيع الأول من هذه السنة غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل وفي رجب من هذه السنة قدم وفد مزين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة توفيت أم سعد بنت عبادة رضي الله عنها وفي شعبان من هذه السنة غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وفي شعبان أيضا من هذه السنة أعتقى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث وتزوجها وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق افترى المنافقون على أم المؤمنين عائش رضي الله عنها حادثة الإفق فأنزلوا الله براءتها في القرآن وفي شوال من هذه السنة وقعت غزوة الأحزاب فردهم الله خاسئين وفي ذي القعدة من هذه السنة وقعت غزوة بني قريضة ونالوا جزاء خيانتهم العظمى وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وفي ذي الحجة من هذه السنة قتلت الخزرج أبا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة تسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بريحانة وهي من سبيب بني قريضة بعدما أسلمت وظلت معه حتى ماتت في السنة العاشر للهجرة وفي هذه السنة قدم وفد أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل وفي هذه السنة زلزلة المدينة